في زمن الحرب وحدها الأوضاع الإنسانية بتداعياتها من تبرز للواجهة الجوع والفقر والمرض كل هذه المصائر القاسية تلقي بآلاف اليمنيين في جحيم لا يطاق لقد بالغت الحرب في تدمير كل شيء وبات الحصول على الأدوية اللازمة للشفاء ضربا من المستحيل تارة بسبب عدم قدرة المريض على شراء الدواء وأخرى بسبب عدامه لقد خلفت الحرب التي افتعلتها ميليشيا الحوثي منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف أوضاعا صحية صعبة تسببت في انهيار القطاع الصحي وتفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المستشفيات والمرافق الصحية آخر التقارير الأممية التي وثقتها منظمة الصحة العالمية أكدت أن نحو 30 ألفا من مرضى السرطان في اليمن بحاجة إلى العلاج عشرة في المئة منهم أطفال المنظمة أوضحت أنها تواصل العمل مع شركائها من أجل دعم المركز الوطني للأورام بمختلف الأدوية المضادة للسرطان وأدوية العلاج الكيميائي المنقذة للحياة وساهمت الحرب في تراجع الموارد المالية المخصصة لعلاج حوالي عشرة آلاف مريض بالسرطان بحسب تقارير طبية وهو ما تسبب في معاناة كبيرة للمرضى جراء انقطاع الدواء الأمر الذي قد يتسبب في موت البعض منهم وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية في سبيل مكافحة المرض إلا أن آثارها تتفاقم في ظل استمرار الحرب من جهة وتعذر وصول المساعدات الدوائية من جهة أخرى